اشتركوا في القناة في خطوة نحو الحل الا ان النظام القطري بدل من رأيه وحرف مضمون الاتصال وهو ما افقد قطر فرصة الحل الى حين ان تصدر بيانا واضحا يوضح موقفها لا جديد اليوم ولا مستغرب ان تكون السلطة القطرية هي في حد ذاتها لا تدري ماذا تقول ولا حتى ماذا تفعل او ربما رياح الانقسامات الداخلية بدأت تعصف في اروقة بيت القرار القطري الهش بحسب خبراء ومحللين وما قرار تحريف خبر اتصال امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان السعود وتغيير مضمونه الا دليل على ترخل ادارة القرار في الدوحة علاوة على الزاوية الحرجة التي حسر فيها الامير تميم بعد ان ابدا رغبته واستعداد بلاده للجلوس الى طاولة الحوار والتفاوض دون ان يضع شروطا مسبقة حتى بدى ذلك غير مرض لبعض المتنفذين في السلطة القطرية الذين قرروا ان يضعوا اميرهم في هذه الزاوية دون مبالاة بموقف البلاد واميرها وشعبها الذي بات لا يعرف سوى ان هناك خللا ما امال كبيرة عقدتها شعوب دول الخليج العربية على اثر الاتصال بين الامير تميم وولي العهد السعودي بان تنفرج الازمة وتعود قطر الى جادة صوابها وان تتحد الكلمة والهدف الا ان ما اعتاد عليه النظام في قطر لا يمكن ان يتغير في ساعات قليلة وما لبث هذا الامل حتى ادمته السلطة القطرية فجأة بتعنتها وتحريفها لمضمون الاتصال وقلبها للحقيقة هذه العوامل اصبحت الى حد كبير جزءا من سياسة السلطة القطرية الخارجية فرصة ذهبية تضيع من يد النظام القطري بان يعود الى جادة صوابه ويتخلى عن سياسته الاعدائية في المنطقة ويختصر على نفسه الطريق ويحمي نفسه من وعثائها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر